أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إقامة شركات مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أكد مدبولي أنه يتم إقامة الشركات مع القطاع الخاص بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم مع الإمارات تؤكد الاتجاه القوي الذي تنتهجه الحكومة والمتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص في المرحلة الراهنة من مسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية واستعرض مدبولي تقريرا بشأن ما أثير عن متحور كورونا الجديد وأعداد الإصابات على مستوى العالم حيث تم تأكيد على أنه لم يتم رصد أي إصابة به في مصر حتى الآن كما استعرض كذلك تقريرا حول المساعدة التي يطلقها المصابون الفلسطينيون في المستشفيات المصرية كما استعرض تقريرا آخر بشأن ماراثن زايد الخيري الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الأشقاء المسؤولين في دولة الإمارات الشقيقة ترجمة نانسي قنقر